يقولك اسمه مش هاتذيك سؤلftött جنك اتكلم عنها بض �ان انك عايز ع Amazing عبدالآدر عإيض كويس جدا العيد مميز لكن هو ممكن يكون محتاج حد يقوم معاه حد يقوم معاه يتكلم معاه يجب شعر محور في احتواء في حد يحتو bare نفسياً يتكلم معاياً يشرح له إيه الآلي يشرح له إيه جمهور الآلي يشرح له إيه السوشيال ميديا يطور شوية من الفكر بتاعه أحمد عنده قدرات كويسة جداً عنده سرعة عنده واحد ضد واحد بيشتغل كويس جداً يقدر يحطك في الثمنتاشر ويقدر يحطك في الثلث يميز النادي الآلي في الثلث الأمامي والنوعية بتاعته زي ريدا سليم كده زي بيرستاو حسين الشحات اللعبة دي مهمة جداً مهمة جداً لفريق زي نادي القلي اللي هو بيروح للثلث الهجوم كتير ويقدر يحل لكن ممكن يكون عنده مشاكل شوية مشاكل دي تقدر تتكلم معايا وتقدر يبقى في حوار أو في جلسات أنا شايف إنها ممكن تجيب نتائج معايا كويس مع أحمد عبدالله مع أحمد عبدالله لأنه في الأساس هو العيد كويس مرش تقول له السهل اللي فاتت يعني إدانا دلالة كده إنه لما بيقفل من بعض اللعابين ما بيشوفهاش تاني حصل ده مع أيمان أشرف وحصل مع عبدالله سافيو وحصل مع شهد حسين في العيب كده اللي هو إيه خالص ده لو مش هديك مش هديك خالص أحمد عبدالله مستبعد بقاله مباراتين مستبعد تماماً سأقول لك على حاجة النتائج كريم بتلعب دور يعني أنا النهاردة مثلاً هو أفل من اللعيب اللي أنت قلتها دي بس النتائج كاد فصلحه خد بطولة أفريقيا وخد دوري وخد كاس خد 4 بطولات من 5 هل السنة دي هيقدر يحقق هذه البطولات وبالتالي لو حط أحمد عبدالقادر ركنه ويبقى خلاص طالما التيم بيكسب طالما التيم بيكسب مش هاجع للبرة فأنت بقى مش هتفكر ساعتها في أحمد عبدالقادر أنت هتبدأ تفكرها في أحمد عبدالقادر أو تفكر في فلان أو علان لما تلاقي التيم ماشي مش بالكيرف أو مش ماشي بالشكل اللي أنت عايزه فبالتالي هتبدأ تدور هو ده فين هو ليه ما نستفدش منه هو ليه ما يعملش حوار معاه أو ما يحاولش يقربه ويكلمه نفسيا والكلام ده كله فالنقطة دي بتلعب دور النتائج لكن أنا بتكلم بقى على قدرات لاعب عنده إمكانيات يقدر يفيد النادي بحاجات بسيطة أنه ممكن حد من الجهاز الفني من مدير الكورة من كده لازم يقرب من اللعيب ولازم يعرف إيه أسباب المشاكل بتاعته وعنده إيه مشاكل مع الراجل يحل الموضوع ده